نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع يتوهم بعض الناس أن هناك تصرفات لا تليق بمقام الأنبياء قد ذكرت في القرآن الكريم فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى فما هي هذه التوهمات وما هو الرد العلمي عليها هذا ما نناقشه في حلقتنا اليوم مع فضلة الدكتور حسن الخطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم دكتور حسن أهلا ومرحبا لو تعطينا اللمحة عن هذه التوهمات يعني تذكر كثير من كتب المستشقين أو كتب المعادة الإسلام عن هذه المعادات لو تعطينا اللمحة عن هذه التصرفات بسم الله الرحمن الرحيم أبدو الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين هناك في واقع الأمر نسبة للأنبياء وهذا موجود في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يوهم خلافة العصمة وهو أمر مرتبط بالأخلاق يعني نحن ذكرنا فيما سبق في حلقات سابقة أن الأخلاق أن الأنبياء يمثلون النموذج الأكمل فيما يتصل بالأخلاق لكن هناك بعض الأخلاق التي وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية والتي يوهم ظاهرها أو يشكل علينا ظاهرها أنها لا تتناسب مع أخلاق الأنبياء ومثل ذلك كما ذكرت الآية الكريمة ووجدك ضالا في هذا هناك نماذج عدة لكن الجواب عن هذا أستاذ فرهاد يعني بجوابين حقيقة الجواب الأول ما يسمى بجواب مجمل بجواب كلي وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب لهم الكمال يعني العصمة الأنبياء في الأصل هي واجبة للأنبياء هذا جواب مجمل وما سبب هذا الوجوب يعني أخي لا يمكن للنبي أن يكذب على سبيل المثال لا يمكن للنبي أن يكذب وقد أمره الله بالصدق وهو مرسل من قبل الله لا يمكن للنبي مثلا أن يسرق وقد أمره الله بحفظ المال لكن وقوع هذه الأشياء قد تشكل علينا إذن كجواب مجمل من الجانب العقدي ومن الجانب الأخلاقي الأنبياء معصومون عن هذا معصومون عن كبائر الدنوب وقد كتب في هذا علماء ومنهم من أفرد كتبا خاصة في هذا من ذلك كتاب العصمة لإمام فخر الدين الرازي نعم وهناك أجوبة مفصلة أيضا في بعض في ثناء أثناء الكتب هذا جواب مجمل وهو أن الأنبياء معصومون والعصمة يعني قوة يزرعها الله في النفس تجعلها تأبى هذه المعاصي إذن هناك ارتباط وثيق بين العصمة والقدوة بالضبط والارتباط الآخر هو مرتبط بالأخلاق يعني قد يقول قائل ما علاقة هذه الحلقة بالأخلاق إذن حقيقة علاقة وثيقة لأن ما صدر عن الأنبياء من حيث الظاهر أنه يوهم أن هؤلاء الأنبياء لا أخلاق عندهم وكما ذكرت الآن الآية ووجدك ضالا في هذا طيب أين الأخلاق في هذه الآية أخي لا يمكن للنبي أن يكون ضالا يعني لو أخذنا هذه الآية ابتداء ووجدك ضالا في هذا الضلال حقيقة ارتبط بالكفر ولا الضالين كما في سورة الفاتحة في الفاتحة ولا الضالين إذن كيف ينسب الضلال للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن قضية التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى تأتي على رأس الأخلاق هي أم الأخلاق إذن لكن هذا الوهم يتلاشى إذا عرفنا أن الضلال هنا ليس بالمعنى الاستلاح المعروف والمبثوث في القرآن الكريم والمخاطب به الكفار وغير المسلمين وإنما الضلال هنا بمعنى الضياع إذن كمصدر لغوي نعود إلى المصدر اللغوي لهذه الكريم ضياع بمعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم يعني كان يتحنث ويتعبد الليالي قبل أن يرسل إليه جبريل عليه السلام وكان يفكر فهو كان بمثابة ضائع يعني لم يحتدي احتداءا كاملا ووجدك ضالا فهداك بماذا؟ فهداك بالرسالة إذن الضلال المقصود بالضلال هنا ليس ضلال الفكر ليس ضلال العقيدة كما قال إخوة يوسف عن أبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم ما؟ لفي ضياعك لفي حبك الذي جعلك ضائعا والذي أذهب بصر عينيك وليس المقصود هنا تالله إنك لفي ضلالك بمعنى كفرك نعم إذن هنا نستوضح المعنى اللغي وارتباطه بهذه الآية نعم هنا ننتقل إلى حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة فمعروف الاستغفار يقال فلان أزنب زنب عصى الله سبحانه وتعالى استغفر لي زنب يكتوب لي الله سبحانه وتعالى فكيف للنبي أن يستغفر؟ لو توضح لنا هذا المخصود هذا سؤال وجيه يعني عادة الاستغفار يكون عن ماذا؟ يكون عن ذنب طيب السؤال المتبادر إلى الذهن كجانب أخلاقي أخي كجانب أخلاقي إذن كيف يذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين مفهوم الرسم التي تحدثنا عنها قبل؟ وقلنا أن الأنبياء معصومون حقيقة هذا حتى ذكر في الكتب القديمة يعني أن المقصود بالذنب باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو استغفاره عن عدم الترقي الذي كان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام طوضيحك سارة يعني النبي كما تعلم أخي يعني في حال الترقي يعني النبي صحيح أنه بشر ومن أكمل الصفات هي صفات البشرية ليس إلها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى دائما إلى مقام العبودية ليترقى شيئا فشيئا فشيئا شعور النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عاجز عن الوفاء عن الوفاء بما يطلبه الله منه جعله يستغفر خشية أن يكون قد قصر في جانب الله سبحانه وتعالى استغفار من مقام علي أبدا هو استغفار ليس من ذنب وإنما هو يعني شعور من النبي صلى الله عليه وسلم أن مقام الله تبارك وتعالى يستدعي من النبي عبادة أكثر مع أنه كان يقوم الليلة حتى تتفطر قدمه لكن يشعر مع هذا أن نعم الله وجلال الله وفضل الله عليه يستدعي منه أن يستغفر أكثر فهو استغفار يعني يسوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الترقي وليس استغفارا كشأن أحدنا عندما يذنب ذلك وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هنا ننتقل إلى حديث آخر يعني بنفس الأهمية هناك حديث يتكلم عن أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كذب ثلاثة كذبات لو نستوضح هذا المفهوم بعد الفاصل نعود لنستوضح قضية كذبات سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى نزيل هذا الإشكال لدى بعض الناس كذب سيدنا إبراهيم ثلاثة كذبات فكيف يليق لنبي أن يكذب؟ فهل هذا لفظ يليق به؟ أخي أستاذ فرهاد الآن أولا هذا الحديث حقيقة حديث صحيح ومن حيث الظاهر مشكل في جانب الأخلاق يعني مطلوب مننا أن نصدق فكيف بالنبي وكيف يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كذب إبراهيم ثلاثة كذبات إذن الكذب الأولى أولا علينا أن ندرك المقصود بالكذب هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما هو بالمعنى اللغوي على خلاف الواقع يعني الآن لو نأخذ واحدة 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 أول واحدة كما هو موجود في الحديث أنه قال إني سقيم يعني عندما جاء إليه قومه وكانوا يعبدون الكواكب يعني ماذا قال إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم طيب هو ما كان سقيم ما كان مريض لكن قال العلماء المقصود أن مرض إبراهيم عليه السلام هو مرض نفسي وحقيقة المرض النفسي هو أم المرض الجسدي يعني ألا تتصور معي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه وهم لا يجيبونه أخي ألا يولد هذا في نفسية إبراهيم عليه السلام مرضا نفسيا يعني أين دعوتي إذن حرص إبراهيم عليه السلام على دعوة قومه جعله كأنه يصاب بالحزن وبالمرض لعدم الاستجابة فقوله إني سقيم أخي قوله إني سقيم أنا أصبت بمرض نفسي من هذا هذا الأمر ليس كذا في واقع الأمر نعم هذه الكذبة الأولى الكذبة الثانية يعني كما قلت حتى أنه هي كذب من حيث الظاهر من حيث الصيغة الظاهرية لكن من حيث الباطن لا الثاني أخي عندما يعني كانت معه زوجه سارة ورأى هذلك الجبار من جبابرة مصر وسأل عنها فماذا قال قال هي أختي عادة يعني لو قال هي زوجتي ربما يقتله من أجل أن يأخذها طبعا نحن وقد صرف الله سبحانه وتعالى يعني هذا الجبار عن زوجتي فماذا قال إبراهيم قال هي أختي لم يقل هي زوجي لأنه كما قلت يعني الشخص يعني لا يمكن أن يفرط بزوجته ولا يمكن أن يفرط بأخته لكن يمكن أن يزوج أخته أما زوجة كيف يزوجها إذن ماذا قال قال هي أختي نحن كلنا إخوة أخي ألست أنت أخي أنت أخي أيضا لكن الأخوة ليست أخ شقيق والقرآن الكريم أكبر رابطة هي رابطة أخوة إنما المؤمنون أخوة إذن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قوله هي أختي أنها ليست أخوة نسب هو أخوة الجين بل ليس هذا بل قال العلماء أخي حتى ولو يعني حتى لو كان الكذب حقيقة في مثل هذه المواطن يجوز لماذا؟ لأن نحن نعلم قضية المصالح والمفاسد دائما نرعي المصلحة والمفسدة يعني لو أن جبارا أو ظالما جاء ليأخذ أخي زوجتك أو يأخذ أختك أو أختي أو فلان فحتى لو كذبت عليه أي كذبة تدفع به ظلمه هذا ليس كذب على تقدير درء المفسدة أو جلب المفسدة بالضبط كما يحدث الآن مثلا في قضية الثورة وفي بداية الثورة كانوا يأتون أحيانا الأمن إلى بيوت بعض الناس فيسألون طيب فلان عندكم قد يكون مخبأ يقول لا طيب قد يقال أليس هذا كذب؟ أخي هذا هو كذب نعم لكن أنت تدفع به مفسدة أخرى قد يقتل هذا الشخص بسبب اعتقالي وهذا ما يحصل مع كثير من الأخوة حتى لا ننسى الكذبة الثالثة هي يعني إذن الكذبة الأولى قوله أني سقيم الكذبة الثانية قال أختي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا منطقون يعني بعد أن أخذ إبراهيم عليه السلام الفأس وجعل هذه الأصنام التي لا تستحق العبادة قام بتقطيعها جذاذا هكذا وجاوله فماذا قال؟ قال بل فعله كبيرهم كأن إبراهيم هنا من حيث الظاهر تنكر للفعل الذي صنعه فقد يقال طيب هنا أليس هذا كذب؟ لا أخي هذا ليس كذب من حيث الظاهر هو كذب من حيث الظاهر لكن المقصود به هو التهكم أو أن يكون درسا لهم هو التهكم أو درس يعني أراد منهم أن يشغلوا حقولهم أن يحرقوا حقولهم يعني بل فعله كبيرهم هذا يعني فاسألوهم إن كانوا ينطقهم طيب أنتم تعبدون أصناما وتدعون أنها آلهة طيب هذه الآلهة ينبغي أن تفعل هذا الفعل وبإمكانه أن تفعل هذا الفعل فاسألوها لكن هل هذه الآلهة حقيقة لا تنطق ولا تتكلم وعند ذلك رجعوا وعلموا أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تستحق العبادة إذن هو من باب التهكم يعني مثال لو أخذنا مثال آخر يعني لو أنك جئت إلى شخص قلت له يعني هل أنت بنيت هذا البناء قال لك أنت ربما أنت لا تقرأ ولا تكتب لو قال لك أنت وأنت لا تقرأ ولا تكتب أو لو حملت مثلا جاء شخص ليحمل 100 كيلو فقلت له هل أنت حملت يقول لك لا أنت حملت وربما يكون جسمك ضعيف إذن ما المقصود هنا هو نوع من التهكم الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم هنا ننتقل إلى قضية توازي القضيتين التي تكلمنا عنهما قضية سيدنا يوسف كما ذكر القرآن الكريم وهمت به وهم بها لو لا الرؤى برهان ربه لو تعطينا لمحة يعني هل للنبي أن يهم بمعصية مثلا نعم هذه مشكلة حقيقة يعني من حيث الظاهر أيضا ودرسها علماء التفسير سابقا الآية ولقد همت به وهم بها لو لا الرأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إذن طيب قد يقول قائل هذا من الجانب الأخلاقي يعني هذا خرق لمفهوم النبوة كيف يهم يوسف عليه السلام ولقد همت به أما هم تلك المرأة فلا إشكال فيه أنها همت أنها همت بالفعل لكن هم يوسف والذي همنا ولقد همت وهم بها هم يوسف عليه السلام أخي كان خاطر كان مجرد فكرة مجرد خاطر عابر من الطبيعة البشرية أبدا وبالتالي هذا الخاطر أخي هذا الخاطر مرفوعا عن الناس مرفوعا عن الأنبياء ليس هناك عزم إذن والذي يؤخذ به النبي هو قضية العزم ليس هناك توطيل للنفس وكما قال الإمام البيضاوي هو هم الطباعي هم الطباعي مع الامتناع هم عابر لكن المؤاخذ به ما هو هو قضية القصد العزم على الفعل للتذكير بعض كتب التفاسير تركا إلى قصص خرافية وموضوع على أنه وقف جلس منها كما يجلس الرجل من امرأة هذا لا يصح أخي لا يليق بالأنبياء هو مجرد عابر وهنا أقوى يعني بمعنى آخر أنت عندما تكون قادرا وتعفو هذا أقوى من أن تكون ضعيفا وتعفو إذن لا يصح الأف عندها إذن هم هو عبارة عن مجرد خاطر خطر على باله من باب الطبيعة البشرية الغزية البشرية ثم صرفه الله سبحانه وتعالى نعم وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا نشكركم جزيلا شكر نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن للحق دعاة وضعتكم نحن للحق در